تتواصل الضربات الجوية من قبل طائرات النظام على مناطق خفض التصعيد التي تم التوافق عليها سابقا بين كل من روسيا وإيران وتركيا النظام استهدف مناطق في ريف حمى الشمالي ومناطق غرب حمى وريف إدلب الجنوبي إضافة إلى مناطق بريف حلب الجنوبي كلها تبدو على هذه الخارطة المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق حرائق اندلعت في خيام النازحين نتيجة الضربات المتواصلة على محيط قرية الكماري جنوب حلب كما استهدفت غارات النظام نقطة مراقبة تركية في مورك شمال محافظة حمى ما سبب حرائق بداخلها فيما يعتبر الاستهداف الثاني ضد النقاط التركية في غضون ثلاثة أيام بعد استهداف نقطة المراقبة التركية في الشير المغار تضررت بعض المعدات والمنشآت في نقطة المراقبة التركية بشكل جزئي ولم تقع إصابات بشرية بحسب بيان وزارة الدفاع المدفعية التركية من جانبها ردت بقصف مواقع ونقاط لقوات النظام ولمسلحين مولين لها في سوران وتلب الزام ومعان والكباري بريفي حمى الشمالي والشمالي الشرقي بالإضافة لحاجز الكريم بريفي حمى الشمالي الغربي هذه الضربات تعتبر خرقا للاتفاق الروسي الإيراني التركي الذي وقع في أستانا مايو 2017 ونص على إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد بأحكام قرار مجلس الأمن 2245 عام 2015 شمل الاتفاق مناطق تقدر مساحتها بالتسعة ألاف كيلومتر وهي أكبر مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا حيث شملت المناطق محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لها وهي اللاذقية وحمى وحلب شملت المناطق